اهلا بكم في النشرة الاقتصادية بلغت كمية الأسهم والسندات المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع تسعة ملايين ومائة وسبعة وتسعين ألفا وسبعمائة واثنين وثلاثين سهما وصك وقد بلغت إجمالية الأوراق المالية المتداولة مليونان وخمسمائة وستون ألفا وخمسمائة وثمانية وتسعين دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال مائتين وتسعين وأربعين صفقة هذا وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم ثلاث وعشرين شركة ارتفعت أسعار أسهم خمس شركات في حين انخفضت أسعار أسهم ثمان أخرى واحتفظت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق أما على مستوى الشركات فقد جاء بنك البحرين والكويت في المركز الأول من حيث القيمة وحل في المركز الثاني البنك الأهلي المتحد كما تداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع على السكوك المدرجة في بورصة البحرين بقيمة قدرها خمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وسبعمائة دينار بحريني